فيلمنا النهاردة بيبدأ بالطيارة داستي وهو في سباق الطيران حول العالم واللي بيقدر يفوز بالسباق وبياخد الكاس وبنعرف وقتها ان داستي بقى طيارة مشهورة ومحبوبة لانه مهوب جدا واللي بيفوز بسباقات كتير وبيكونوا كل الجماهير بتشجعوا وبيستعرد داستي مواهبه وبيعدي من الابراج بمهارة وبسرعة كبيرة وبيحيوه كل اللي بيتفرجوا عليه وبعدها بيرجع داستي للقرية بتاعته وبيهني صديقه تشجع على فوزه في السباق الأخير وبيكون تشجعوا أصدقائه متحمسين جدا لما بيعرفوا ان داستي هو اللي هيقدم عرض افتتاح مهرجون الزرع اللي هيتعمل عندهم في القرية وساعتها بيجي الطيارة الحربية سكبر وبياخد داستي علشان يدربوا وبيستعدوا هما الاتنين وبيتيروا من المطار وبينطالق داستي بسرعة كبيرة جدا وبينفذ التعليمات اللي سكبر بيقوله عليها وبيعدي من كل الحواجز اللي بتقابله وبيتير فوق في السماء لكن فجأة بيتعطل المحرك بتاعه وبتبدأ التروس تتآكل وما بيقدرش داستي يكمل طيران وبيبدأ يقع من مسافة عالية لكنه بيلحق نفسه على آخر لحظة وبيقول لسكبر ان فيه عنده مشكلة في المحرك فبيكرر داستي ان يروح لصديقته دوت اللي بمجرد ما بتتفحصه بتحزن وبتقوله ان التروس بتاعته بدأت تتآكل وعشان كده هو محتاج لعلب التروس جديدة فبيستغرب داستي وبيقولها انهم ممكن يطلبوا علبة التروس دي من المصنع وانها هتوصلهم خلال أسبوع فبتقوله دوت ان المصنع اللي بيصنع النوع بتاعه ده قفل من زمان وان ما بقاش في حد بيصنع التروس بتاعته دي من مدة كبيرة فبيحزن سكبره وكل اللي موجودين وساعتها بيروح تشاجه وبيسأل دوت اذا كانت هتقدر تصنع علبة التروس جديدة بنفسها لكن للأسف بتقوله دوت ان عملية صنع التروس دي معقدة جدا وانها محتاجة أدوات معينة وعشان كده لازم تتصنع في المصنع وبتروح دوت لداستي وبيتعرفه انه هو ما ينفعش يطير بسرعة كبيرة تاني وان لو عمل كده علبة التروس بتاعته هتتأكل تماما ومش هيقدر يطير نهائيا فبيتصدم داستي لانه بكده مش هيعرف يشترك في أي سباقات تاني وبيسأل دوت اذا كانت متأكدة من كلامها فبتأكد له دوت ان لو ضغط على نفسه اكيد هيتحطم وبتفهمه انها ركبت له جهاز انذار وبتعرفه ان اول ما الانذار ده يشتغل لازم يبطأ من سرعته وإلا هيفقد السيطرة تماما فبيحزن داستي اكتر لانه بكده حياته انتهت وبالليل بيعد داستي مع اسكبر اللي بيوسيه وفجأة بيقطعهم اتشاجوا مساعد اسكبر وبيعرفوهم انهم قدروا يتواصلوا مع شخص من مركز صيانة كبير وانهم طلبوا منه يدور لهم في المخازم بتاعته على علبة التروس دي وبيفهموا داستي انها مسألة وقت وهيلقوا علبة التروس دي وهيصلحوه وساعاتها بيجي زميل داستي القديم وبيقوله انه هو لو ما لاقاش علبة التروس دي ممكن يرجع يشتغل معاه تاني في رشت الحقول فبيحزن داستي وبيسيبهم وبيرجع يطير تاني بسرعة كبيرة علشان يثبت لنفسه انه هو هيقدر يكمل مشاركة في السباقات وفعلا بيطير داستي باقصى سرعة ممكنة علشان يخلي الانذار يشتغل ويشوف اذا كان كلام دود صح ولا غلط وفعلا بيشتغل الانذار وبيفكد داستي السيطرة وبيغبط في اسلاك الكهرباء وقبل ما يقع بيلحق نفسه على اخر لحظة وبيحاول ينزل في المطار لكنه بيغبط بالغلط في محطة الوقود وبيتسبب في حريق كبير وساعتها بيصحو كل اللي في القرية وبيستعد عربية المطاف اللي اسمه ميدي وبيروح لمكان الحريق وبيبدأ يطف النار لكن وقتها بيظهر ان الخرطوم بتاعه قديم واللي ما بيستحملش ضغط المية وما بيعرفش ميدي يطف الحريق ولكنه لما بيشوف خزان المية بيتجيله فكرة وبيطلب من داستي وأصدقائه يساعدوه وفعلا بيتحدوا كلهم وبيبدأوا يسحبوا خزان المية وبيقدروا ان هما يوقعوا على الارض وفعلا بتنتشر المية في كل مكان وبتطف النار وبتسيطر على الحريق ولكنهم بيحزنوا كلهم بسبب اللي حصل وفي تاني يوم بييجي المسئول القانوني وبيلوم ميدي لانه ما كانش مجهز لإدفاق الحريق وبيعرفوا ان مش كل مرة هيكون فيها خزان مايا موجود جنب النار وبيسألوا عن خطة الطوارق بتاعته فبيقول له ميدي انه هو ما عندوش خط الطوارق وبيفهموا ان المهم انه هو طف الحريق وساعتها بيتدخل داستي وبيعرف مسئول الامن انه هو اللي تسبب في المشكلة وان ميدي مالوش اي زنب في اللي حصل فبيقول له مسئول الامن ان الحريق بتحصل باستمرار وان فريق المطافي لازم يكون مستعد في اي وقت وبيعرف كل اللي موجودين ان المطار بتاعهم ما عندوش خط الطوارق ولا الادوات اللازمة لإدفاق الحرائق وطبقا لقانون مكافحة الحرائق فالمطار هيتقفل لحد لما ميدي يجيب شريك ادفاق تاني ويجهز كل الادوات المطلوبة فبيتصدموا كل اهل القرية لما بيعرفوا ان المطار بتاعهم هيتقفل وبكده مش هيقدروا يحتفل بموسم الزرة ولكن اسكبر بيهديهم وبيقولهم ان هم مشغلين على حل المشكلة وبتدخل دوته بتفهمه منها هتعدل على ميدي وهتزوده بكل الادوات المطلوبة وساعتها مايتبقاش غير حاجة واحدة بس وهي انهم يلاقوا شريك ادفاق تاني ووقتها بتشوف داستي وهو حزين جدا واللي بيروح لميدي وبيعتذر له عن اللي حصل وهناك داستي بيكون مبهور جدا لما بيشوف الجواز اللي ميدي أخدها في ادفاق الحرائق وبيفكروا ان هو كان بطل لكن ميدي بيكون شايف نفسه ان هو بقى عجوز وما بقاش قوي زي الاول وان كل الجواز دي قديمة وبيوري له ميدي صورته مع اول طيارة ادفاق في العالم واللي كانت بترش المية على الحريق زي ما هو كان بيرش الاسمدة فبتيجي فكرة لداستي وبيقول لميدي ان هو هيتضرب علشان ياخد الرخصة ويكون طيارة ادفاق وبكده هيقدر يفتحه المطار من تاني فبيفرح ميدي جدا وبيشكره وفي تاني يوم بيقول ميدي لداستي على مكان قاعدة الاطفاق وانه هناك يسأل على القائد بلاد رينجر اللي هيدربه ويددله الرخصة فبيودعه داستي وبيبدأ رحلته اللي بتبقى طويلة جدا واللي بيعدي في طريقه على اماكن كتير لحد ما بيوصل لقاعدة الاطفاق اللي بتبقى عبارة عن غابة كبيرة وبينزل داستي في المطار وبيستغرب من شكل المكان لانه قديم جدا وهناك بيقابل مجموعة من الشحينات المخصصة للاطفاق وبيتعرف عليهم وكمان بتيجي دابر اللي بتبقى منبهرة به وبتقوله انها من اشد معجبينه وانها تفرجت على كل سبقاته وبتسأله عن سبب وجوده فبيقول لها داستي ان هو عايز يقابل القائد بلاد رينجر وفجأة بيجي لهم انظار ان في حريق في الغابة فبيستعد كل فريق الاطفاق وبينطلقه فبيتحمس داستي وبيروح وراهم وبعد شوية بيوصلوا كلهم لمكان الحريق وبينبهر داستي لما بيشوف القائد بلاد رينجر المسؤول عن فريق الاطفاق وهو بيرش مادة بتحد من انتشار النار وبيدي كل واحد من الفريق التعليمات اللي المفروض يعملها وبتبدأ دبر في تنفيذ تعليماته وبترش نفس المادة على الاشجار اما الشحينات فبتنط من الطيارة وبتفتح المظلات وبتنزل على الارض وبتبدأ تقطع الاشجار علشان يحده من انتشار الحريق وفي الوقت دا بنشوف قطيع من الجرارات وهم بيجروا بيحاول انهم يهربوا من النار لكن للأسف بيكون واحد منهم في خطر بعدما الشجرة كانت هطوقة عليه وساعتها بيدخل بلاده وبيستعمل الخطاف بتاعه وبينقذوا على اخر لحظة وبيودي الباقي القطيع وساعتها بيكون داستي منبهر من كل اللي بيشوفه وبعدما بتخلص عملية الاطفاق بيرجعوا كلهم تاني لقاعدة الاطفاق وبتتكلم دبر مع بلاده وبتعرفوا ان داستي هو المتدرب الجديد وبتفهموا انه هو طيارة سباق مشهورة لكن بلاد ما بيكونش مهتم وبيطلب من مارو الميكانيكي المسؤول عن الصيانة انه هو يجاهز داستي وفعلا بيبدأ مارو يجاهز داستي وبيركب له خزانات مية وبيعرفوا انه هو اللي صنعها بنفسه وده لان ما فيش اي قطع غير جديدة عندهم وبيفهموا ان طيارات المطافي يعتبروا هم الابطال الحقيقيين لانهم بيخطروا بحياتهم علشان ينقذوا ناس ما يعرفهمش وبعدها بيطير داستي مع بلاد اللي بيبدأ يدربه وبيطلب منه يطير في مستوى منخفض وبيكون داستي متحمس جدا وبينفذ تعليمات بلاد وبيطير من فوق النهر بسرعة وبمهارة عالية وبيبقى بلاد مرقبه وبيطلب منه يطير بأقصى سرعة ويعدي من تحت الجسر ولكن وقتها بيشتغل الانذار بتاع داستي واللي بيضطر انه هو يقلل سرعته وما بيقدرش ينفس تعليمات بلاد اللي بيتعصب لكنه بيستمر في تدريبه وبيشرح له كل الحاجات اللي المفروض يعملها وفي تاني يوم بنشوف دبر وهي بتفتح خزان المية وبتملمن النهر وبتطير وبيكون المفروض ان داستي هو كمان يعمل زيها وفعلا بيفتح داستي الخزان وبيحاول يملمن النهر لكنه بيواجه صعوبة كبيرة ومع ذلك بيكمل تدريباته اللي بتبقى قاسية جدا وبيحاول انه يطف النار اللي بلاد عملها له في المدرج ويرجع يطير تاني في اتجاه الجسر وعشان يعدي من تحته بيكون لازم يلف بسرعة كبيرة وإلا هيغبط في الشلال لكن بمجرد ما الانذار بيشتغل بيقلل داستي من سرعته وما بيقدرش يعمل كده وبعد يوم طويل بيتكلم داستي مع اسكبر وباقي اصدقائه وبيتطمن عليهم وساعتها بيعرفوا تشاج ان هما توصلوا مع شخص ولقوا عنده صندوق التروس اللي بيدوروا عليه وانه هو هيوصل لهم خلال يومين فبيفرح داستي جدا وبيشكرهم وبيقول لهم انه هو لازم يمشي علشان يرجع يكمل تدريباته ومن ناحية تانية بيوصل العربية سبانر للمكان وبنعرف وقتها ان سبانر هو المشرف المسؤول عن قاعدة الاطفاق وبنشوف انه هو شخص مغرور ومتكبر جدا واللي بيطلب من بلاد انه هو ياخد باله علشان مايرشش مادة اطفاق الحرائق على السياح وبينبهر سبانر بعدها لما بيشوف داستي وبيقول انه هو من اشد المعجبين بيه وبيعرفوا انه هو عامل حفلة في الفندق بتاعه وبيطلب منه يحضرها وبيفهموا ان الوزير نفسه هيكون هناك وبيسيبهم وبيمشي وبعدها بتروح دبر لداستي وبتعرفوا ان سبانر خلى الادارة تحول 80% من ميزانية قاعدة الاطفاق للفندق بتاعه وبسبب كده هم مش قادرين يجددوا القاعدة بتاعتهم ولا حتى ادوات الاطفاق وان مارو اضطر انه هو يصنع كل حاجة بنفسه وفي تاني يوم بورج المراقبة بيقولهم ان في حريق كبير في الغابة فبينطلقوا كلهم وبيروحوا لمكان الحريق وبيتواصل بلاد مع داستي وبيطلب منه يرش نص الحمولة بتاعته وفعلا داستي بينفس كلامه وبنشوف الشاحنات وهي بتقطع الاشجار وبتحد من انتشار الحريق لكن وقتها بتقع شجرة قدامهم وبتحصرهم النار من كل مكان وساعتها بيدخل داستي وبيروح لهم وبيرمي عليهم الرماد وبيطف النار من حواليهم وبينقذهم فبيطلب بلاد منه ان يروح يملى الخزان بتاعه علشان لسه قدامهم شغل كتير وبعد مدة بيقدروا انهم يطفوا الحريق وبيرجعوا للمطار وبالليل بيروح داستي ودبروا وماروا للفندق علشان يحضروا الحفلة اللي سبانر عملها وبينباروا من شكل المكان الجميل وكمان من القطر اللي بيوصل العربيات للفندق وبيوصل الوزير وبيقابل سبانر وبيسأله عن احوال قاعدة الاتفاق والحياة البرية لكن سبانر ما بيبقاش عارف اي حاجة فبيتدخل بلاد وبيعرف الوزير كل التفاصيل المهمة عن قاعدة الاتفاق وفي الوقت دا بيروح عربيتين لداستي وبيطلبوا منه يساعدهم علشان يعرفوا المكان اللي تقابلوا فيه اول مرة وبيشرحوا له تفاصيل المكان فبيفهم داستي ان قصدهم على الجسر اللي جنب الشلال وبينبهر لما بيعرف ان دا عيت جوازهم الخمسين وبيطلب منهم يتعشوا سوا وفعلا بيوفقوا وبيعودوا كلهم مع بعض وبيبدأوا العربيتين يحكوا لهم هم تقابلوا ازاي وكل التفاصيل اللي عدت عليهم طول حياتهم وبيسمعهم داستي واصدقائه وهم مبسوطين جدا وفي تاني يوم بيصحى داستي وبيتكلم مع اسكبر وبيه اصدقائه وبيسألهم اذا كانت علبة التروس وصلت ولكنهم للأسف بيقولولوا ان علبة التروس دي طلعت مش مناسبة للمطور بتاعه وبيفهموا انهم اتواصلوا مع كل موردين قطع الغيار ومراكز الصيانة وملاقوش علبة التروس اللي هم عوزينها فبيحزن داستي جدا وبيشكرهم وبينهي المكالمة وفجأة بيشتغل انزار الحريق وبييجي بلاده وبيطلب منه يستعده وبينطلقوا كلهم وبيروحوا للحريق اللي بيبقى في مكانين ووقتها بيضطروا نوم يتفرقوا علشان يقدروا يطفوا النار وبيروح داستي مع بلاد للحريق اللي بيكون قريب من الفندق وبيتواصل بلاد مع مارو وبيطلب منه يخلي الفندق لان النار هتوصله في خلال ساعات فبيتواصل مارو مع اسبانر وبيعرفوا ان هو لازم يخلي الفندق فورا وإلا السياحة تتعرض للخطر لكن اسبانر بيرفض ان يعمل كده لانه بيكون شايف ان بلاده فريق الاتفاق هيقدر يسيطروا على الحريق وفي الوقت دا بيطلب بلاد من داستي ان هو يقسم الحمولة بتاعته على مرتين علشان يقدر يحده من انتشار النار لكن داستي ما بيبقاش مركز معاه لانه حزين وبينزل الحمولة كلها مرة واحدة فبيتعصب بلاده وبيطلب منه يرجع للمطار لكن داستي بيرفض وبيقوله ان هو هيمنى الخزان من النهر وبينطالك داستي بسرعة وبيروح لهناك لكنه ما بيقدرش يعمل كده وبيفقد السيطرة وبيقع في المياه وبيتعطر المطار بتاعه وكمان بتبدأ المياه انها تسحبه بعيد وما بيكونش داستي عارف يخرج منها وساعتها بييجي بلاده وبيستخدم الخطاف بتاعه علشان يساعده لكن الخطاف بيتعلق في مجموعة من الاشجار وما بيقدرش يسحبهم وبتفضل المياه تسحب داستي في اتجاه الشلال وساعتها بيطلب بلاد منه يستخدم كل قوته علشان يطير تاني وفعلا بيشغل داستي المحرك بتاعه وبيجري باقصى سرعة ممكنة في اتجاه الشلال وقبل ما يطير بيشتغل الانذار وبيشتته وبيخليه يغبط في صحرة لكن بلاد بيجي وبينقذوا على اخر لحظة وبينزلوا على الارض وبيتصدم بلاد لما بيشوف ان النار حصرتهم من كل مكان وساعتها بيطلب من داستي انه هو يدخل في النفق علشان ما يتئزيش لكن داستي بيرفض لانه بيبقى خايف يعمل كده وبيعرف بلاد انه هو هيدور على طريق تاني فبيوقفوا بلاده وبيطلب منه ينفذ التعليمات وبيسأله هو ليه ما استخدمش كل قوته فبيعرفوا داستي ان علبة التروس بتاعته بتتآكل وانه هو لو طار بسرعة كبيرة هيتدمر وبيفهموا انه هو حزين لانه مش هيتسابق تاني فبيفهموا بلاد ان الحياة ما بتمشيش دايما زي ما احنا عاوزين وبيعرفوا انه هو جيل هنا علشان يكون اطفائي ودي فرصته علشان يثبت نفسه وبيفهموا انه هو لو استسلم دلوقتي في اروح كتير هتموت بسبب الحريق دا فبيقتنع داستي بكلامه وبيدخلوا هما الاتنين للنفق اللي بيبدأ انه ينهار بسبب النار اللي تبقى قوية وبتوقع الاشجار وبتحرق كل حاجة فبيخاطر بلاد بحياته وبيتصدى للنار علشان يحمي داستي وفي الوقت دا بيترعب كل اللي موجودين في الفندق لما بيشوفوا ان الحريق بيقرب وبتبدأ عملية الاخلاق وبيبقى الوزير بيساعد السياح اما مساعد سبانر فبينظم العربيات وبيخليهم يركبوا في القطر اللي بياخدهم وبينطلق وبنرجع تاني البلاد وداستي اللي بيخرجوا من النفق وبيلقوا ان النار حرقت كل الاشجار اللي حواليهم وبيمشوا هما الاتنين وبيروحوا المكان يقدروا يتيروا من خلاله وبيستعد داستي وبينطلق وبيتير ولما بلاد بييجي يتير بيتعطل وبيقع وبيفقد الوعي فبيتواصل داستي مع زميله وبيطلب منه المساعدة وفعلا بييجي زميله وبياخد بلاده وبينقله للمطار وبيبدأ مارو يتفحص بلاده وبيعرف مكان الاعطال وبيطلب منهم ينقله للورشة وبعد شوية بيبقى مارو عمل كل الصيانة لبلاد وبيعرف داستي انه هو هيكون كويس وبيمشوا من المكان وبياخدوه بيروحوا للمستودع وهناك بيقوله ان بلاد كان ممثل مشهور جدا وانه في يوم من الايام حصل حريق كبير في موقع التصوير وان بلاد كان موجود هناك لكنه مقدرش ينقذ اعز اصدقائه ومن وقته وهو مكرر ان يكون طيارة اطفاق وبنرجع بعدها لسبانر اللي بيطلب من المساعد بتاعه ويحول خط الميا الرئيسي للفندق علشان يحميه من النار لكن المساعد بيرفض وبيعرفوا ان فريق المطافي محتاجين الميا دي علشان يقدروا يطفوا الحريق وبالرغم من كده بيروح سبانر يحول خط الميا الرئيسي للفندق وبيشغل كل رشاشات الميا اللي موجودة وفي الوقت ده بيكون بلاد والوزير بيساعدوا السياح علشان يخرجوا من المكان لكن النار بتحرق الاشجار وبتقفل الطريق الرئيسي وبتحصرهم وكمان بتتصدى عربية المطافي لشجرة مشتعلة علشان تحمي الوزير وللأسف القطر بيقف بسرعة لما بيشوف ان فيه شجرة مشتعلة موجودة على القضيب وبنروح بعدها للمطار وفريق الانقاذ اللي بيعرفوا من برج المرقبة ان النار محاصر عربيات كثيرة على الطريق الرئيسي وكمان مع الطالة القطر فبيستعدوا علشان يروحوا ينقذوهم وبيبدأوا يمنوا الخزانات لكنهم وقتها بيتصدموا لما ما بيلاقوش مية فبيطلب منهم بلاد انهم يستخدموا بودرة الاتفاق المتباقية معاهم من اخر حريق وبينطلقوا كلهم بسرعة وبيتصدم دستي لما بيدخل وسط الحريق وبيشوف كم هائل من النيران اللي بتحرق كل حاجة وبيتوجهوا كلهم للطريق الرئيسي وبيستخدموا بودرة الاتفاق وبيطفوا الحواجز اللي معطلها العربيات وكمان بيروح دستي لطريق القطر وبيطف النار اللي موجودة على القضيب وبعدها بتنزل الشاحنات بالمظلات وبيشيروا الأشجار والحواجز اللي موقفة العربيات وبيفتحوا الطريق وساعتها بتنطلق كل العربيات وبتخرج من المكان وبيتحرك القطر تاني وبيكمل طريقه وفجأة بيجي بلاغ جديد إن في عربيتين النار محصراهم على الجسر اللي جنب الشلال وساعتها دستي بيعرف إن هما العربيتين اللي كانوا في الفندق وبيقول لأصدقاء إن هو هيمنى الخزان من النهر وبينطلق علشان يروح يساعدهم وبيفضل طاير لما بيوصل للجسر وهناك بيشوف العربيتين والنار محصراهم من كل مكان فبينزل دستي بسرعة علشان يمنى الخزان من النهر لكنه ما بيقدرش يعمل كده بسبب النيران اللي بتبقى منتشرة وبيسوق الوضع أكتر والجسر بيبدأ ينهار والعربيتين بيبقوا خلاصها يقعوا وعلى آخر لحظة بيتدخل بلاده وبيستخدم الخطاف بتاعه وبيمسك العربيتين قبل ما يقعوا فبيستغل دستي الفرصة وبيطير بأقصى سرعة وبيعدي من تحت الجسر وبيتجه للشلال وبيبدأ يملأ خزان المياه وبيتجاهل الإنذار اللي بيشتغل وبيملأ خزان المياه بالكامل وبيلف في الهوى وبينزل بسرعة وبيطف النار اللي على الجسر وساعتها العربيتين بينطلقوا وبيجروا وبيدخلوا في النفأ على آخر لحظة وبينبهر بلاد من اللي دستي عملوا لكن فجأة موتور دستي بيتعطل وبيفقد السيطرة وما بيكونش قدر أنه يتير وبيقع وبيغبط في الأشجار وبيفقد الوعي وبعد شوية بينقلوا زميله للمطار وبينشوف دستي وهو متدمر بالكامل وبيحزن كل اللي موجودين بسبب اللي حصله وبيبدأ زميله يعمله سيانة وبعد خمس أيام من التصليحات المستمرة بيفوق دستي تاني وبيفرح بلاده كل اللي موجودين وبيحيوا على شجاعته وبيشكروه وبيعرفوا أن بلاد بقى المشرف الجديد لقاعدة الإطفاء وأن الوزير أقال سبانر وبيتكلم مارو مع دستي وبيعرفوا أنه هو غير كل القطع بتاعته لتدمرت لكنه ملاقاش علب التروس مناسبة لي بس هقدر يصنع له علب التروس جديدة بنفسه وبيفهموا أن دي كانت أصعب حاجة عملها في حياته فبيفرح دستي جدا وبيشكره وبيفرح أكتر لما بلاد بيقوله أنه هو هياخد رخصة الإطفاء وبعدها بيرجع دستي للكرية بتاعته وبيتفتح المطار من تاني وبيقدروا أنهم يعملوا مهرجان الزرة وبيبدأ الاحتفال وبتنزل الشاحنات من الطيارة وبيشارك دستي وكل فريق الإطفاء في العرض وبينبهروا الجمهور وبيفرح دستي لما بيشوف أنه هو قادر يتير بسرعة كبيرة زي الأول وبيتفرج عليه أصدقائه وهم فخورين بيه بعد ما قدر أنه ينقذ كريته من الخطر الملخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام